السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 23 حزيران يونيو القمر اليوم استقر تماما في برج الجدي رح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 3.15 دقيقة من صباح يوم الاثنين بتوقيت جرينيج القمر الآن موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج الفراق اتلاف الأموال وأيضا للحرية ورح يظل القمر موجود في هي المنزلة لغاية الساعة 8.53 دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه موجود في برج الجدي اليوم برضو اليوم معناته منكون أكثر عقلانية ولازم نكون أكثر عقلانية اليوم ما نتسرع نحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أنه الأمور ما رح يكون سهلة فعشان هيك البعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية عشان نحقق نتائج وأهم شيء إنما نعتمد على الحظ نهائيا بالإمكان بدأ عمل جديد بالفترة هاي أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة ودقيقة صباحا بتوقيت جرانيج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية هي مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وأيضا بتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرانيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عندنا الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري الردفة العظام الأسنان الأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن باقي أعضاء الجسم طبعا إذا كانت اضطرارية العمليات ما في أي مشكلة ولكن العمليات اللي ذكرناها ما بنصح نهائيا للعمليات الجراحية لا إلها وأيضا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن أو الجراحة ولكن أمور بسيطة ما بتهيج الجلد أو ما بتعمل مضاعفات للجلد أو للشعر ما في أي مشكلة لإلها أيضا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر ولكن بالطرق التقليدية وبرضو ما يكون لها مضاعفات على الجلد ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ولكنه أيضا لا يصلح للصبغ يصلح للحنة وأيضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين رح يبدأ الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا اللي هو يوم الغد بتوقيت جرينيتش وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني تقريب بنقدر نحكي تسع دقائق مدة خلو المسار أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره سبعتاشر يوم الساعة ستة واثنان وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير ثمنتاشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنان وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجدي حتى يوم اربع وعشرين ستة سعيد الآن بنسبة خمسة في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة ستين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في السرطان حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة مية في المية الزهرة في السرطان حتى يوم احد عشر سبعة سعيد الان بنسبة خمسة في المية ساعات العصر سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 30% اورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيت راجح حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور تنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما البعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعضكم يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة وساروا لتهديئة الأجواء أي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري أو مصالحة ما بينكم بين الأزواج وهي برضو لا تنسونها فترة فيها نوع من أنواع الضغط ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات ضبط الأعصاب مطلوب برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضا بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحدكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي الفترة فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فما تهمل الواجبات اتجاه العائلة أو الأحبة وحاول إنك تصحيح الأخطاء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهمش إنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك برضو بدك تراعي وضعك الصحي أو ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوه في السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وأيضا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية في حل بعض الأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت برج الدلو من نسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى صباح الغد أو فجر الغد القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك يعتبر هذا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أي أمر لأنها أي فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها حاول إنك تعمل بشكل روتيني برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما أو ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك ولكن زي ما ذكرت في حلقة الأمس حاول قدر الإمكان تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر